يا هلا فيكم ويا مرحبا فيكم وكل عام وأنتم بخير هذه قصة واقعية مؤثرة جدا هذا القصة تحدث حتى الآن في زماننا الحالي لكثير من الناس يقول أحد الإخوان إنه ذات ليلة تحلم بأخيها المتوفي بأن على قبره كلب جالس يبول وأنتم بكرامة فاتصل صاحب الحلم على أحد المشايخ المفسرين فذكر له الحلم حتى يفسره له فقال له الشيخ أرجو أن تدعو لأخيك بالثبات فقال صاحب الحلم أنا أريد يا شيخنا تفسر لي حلمي هذا فقال له الشيخ إن أخاك المتوفي كانت سيئاته إلى الآن تمشي على كثير من الناس فقال له صاحب الحلم كيف يا شيخ؟ قال له الشيخ اسأل أقاربه وأصحابه عن ماذا كان يفعل ثم سأل صاحب الحلم أصدقاء وأقارب أخيه المتوفي بما كان يفعل أخيه المتوفي فقالوا له إن أخاك لا يترك مقطع أغنية أو مقطع فاسد إلا ويرسله بالجوال وكان غالبا يقضي وقته على النت ويرسل المقاطع الفاسدة للناس وكان إثمه جاريا حتى يومنا هذا والعياذ بالله فأرجو لمن يسمع هذه القصة أن يتعظ ولا يرسل مقاطع أغاني ذات الموسيقى وغيرها من المقاطع الفاسدة أو يحفظها عنده في جواله سواء كانت عن طريق الواتساب أو التيك توك أو اليوتيوب الوسائط أو البلوتوث أو 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 فقد تحمل إثم الناس ولن ينفعك شيء اللهم إني أعوذ بك من عذاب في القبر وعذاب في النار وفتنة المسيح الدجال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلوات ربي وسلامه على نبينا محمد